السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك في تجربة حد من الأخوة وسنشير إليه بعد هذا التسجيل حين ذكر شعرت بألم عند بداية منطقة الحاجب ونهاية القفص الصدري وتجشأ بزعوبة وألم وزاد الألم وعند الساعة الثانية قررت شرب الماء الساخن ويعلم الله بس انتهيت من شرب الماء الساخن ذهب وزال من عندي الألم والحمد لله حرم العالمين أول شي هذه تجربة رائعة جدا تحفيز لكل من يستمع هذه الرسالة الصوتية ونريد أيضا نعطي توضيحنا كيف حدث ذلك أول شي إنما الإنسان يمر طبعا قبل ما يمرض الإنسان هناك في إشارة إشارات يتلقاح الإنسان بوجود قدوم شيء ما طبيعي مثل صدعة مثل ألم ألم في صدر ألم في ظهر أما شبه ذلك عندما الإنسان يشعر بذلك معناه أنه هناك في خلل في النظام بمعنى آخر المصنع البيولوجي للإنسان لا يعمل بشكل سليم وبالتالي وبالتالي يعطيه إشارة وهذا الإشارة أيضا ممكن يكون يسأدي إلى التهاب وهناك أبحاث تواصلت إليها جامعة هارفورد ولدينا هذا البحث الذي تحدثوا عنها بأن الأمراض جميعها تؤدي إلى الالتهاب وإذا تم قضاء على الاتهاب ممكن قضاء على المشاكل والتقلبات صحية للإنسان وهنا الألم الذي شعار به المصعب هنا أي نما جاء يطبق برنامج المأساخن ولو أن شرب كأس واحد مأساخن تواصل إلى هذا إزالة الألم لماذا؟ لأن الجسم كأنه يقول بمان آخر شكرا هذا هو الذي افتقدته لأنني استنزفته من حد الأدنى من وقوده يعني بمعا آخر الجسمي كأنه يعطي إشارة لفقدان حد الأدنى يعني نقص حد الأدنى من هذه الوقود الطبعية نأخذ لغرار السيارة السيارة عندما نسغناها بجميع هذه الوقود جمعناها بتفاصيل أي سبيل المثال زيت المحرك زيت المكينة زيت عفوا المحرك والمكينة زيت الفرامل زيت ناقل الحركة وماء الريديتر ماء المكينة وإلى آخر ما شبه ذلك السيارة مهما كان بلغت قيمتها ومصنفة وصنفة مدى يعني مهما كان السيارة هذه إذا فقدت أو نقصت حد الأدنى من كمية هذه واحد من الوقود على زمي مثال زيت الفرامل أو زيت المكينة ممكن أدي إلى ضر الجسيم للسيارة يعني ضر الجسيم لسبيل المثال زيت المكينة ممكن أدي إلى فقدان المكينة يعني احتراق المكينة ممكن سبيل المثال إذا نقص ماء المكينة أو الريديتر ممكن أدي احتراق المكينة ترتفعها بشكل غير طبيعي ويحرق المكينة طيب هذا السيارة تعتمد من الوقود الصناعية الاصطناعية التي صناها الإنسان لكون السيارة ليس مخلوقة السيارة صناها الإنسان بينما الإنسان ليس مصنوع الإنسان مخلوقة لذا الإنسان أيضا يعمل بنفسه السيارة بس هناك فرق بين إيش المصنوع والمخلوقة المصنوع يعتمد على وقود صناعي اصطناعية بينما المخلوق لا يتقبل الوقود الاصطناعية فبتالي تمثل خطرا جسيما على جسم الإنسان المخلوق أكثر ممكن تنفعه يعني تعتبر هي أجسام غريبة تدخل الجسم يعني ترضى عليها الجسم فوقود الإنسان والوقود المخلوق هي وقود طبيعية لأن الذي خلقه الإنسان هو الله صلى الله عليه وسلم وبتالي الوقود هذه وقود هذه وقودها خلقها الله صلى الله عليه وسلم وقود طبيعية وتحديدا تحديدا الماء الأوكسجين الحيدروجين والطاقة هذه وقود استثنائية لذلك المصاب عندما آمن إذن هنا مسألة الإيمان مهم جدا لأننا آمن بأن هذا هو هو الذي يبحث عنه الجسم على الماء ساخن تغذى الجسم بالماء والطاقة والأوكسجين والهيدروجين لكو أنه هو ساخن تغذى من هذه الأرباع مواد بالكامل طبيعية لذلك هذا مؤشر هذا مؤشر لكل من يستمع لكل من حتى للشخص المر بالتجربة ولكل من توصل لهذه الرسالة صوتية بمادأ أهمية بهذه النعمة الربانية إنقاذة للبشرية وإنقاذة للعالم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر